اشتركوا في القناة في إطار رسالتها الوطنية المميزة عملت الدبلوماسية البرلمانية البحرينية على تعزيز وتطوير التعاون البرلماني مع مختلف المؤسسات والمنظمات البرلمانية حول العالم وذلك من خلال مشاركاتها الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي التي عملت على تعزيز مكانة المملكة عالميا في المجالات التشريعية والقانونية والمشاركة المستمرة في اللقاءات والاجتماعات مع المنظمات والمؤسسات التشريعية والبرلمانية الدولية والتي هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب المتخصصة في مجالات التشريع والتنمية الشاملة الشعبة البرلمانية التي يتشارك فيها أعضاء مجلسي الشورى والنواب عملت على تطوير عملها وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من مشاركاتها الدولية عبر تعزيز التواصل الدولي مع المنظمات المتخصصة عالميا أبرزها الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي وغيرها من المنظمات البرلمانية الفاعلة علاوة على استقبالها في مملكة البحرين وتنظيم الفعاليات والزيارات الهادفة التي تعكس المكانة المرموقة لمملكة البحرين وقدرتها على استضافة وتنظيم المنتديات والمؤتمرات العالمية واستضافة مختلف وفود دول العالم بتنظيم وتنسيق حظية بإشادة محلية ودولية كبيرة المشاركات المتميزة للشعبة البرلمانية البحرينية حققت العديد من الإنجازات الفريدة ونالت عددا من الجوائز أبرزها نيل سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب جائزة التميز البرلماني العربي فئة عضو البرلمان وسعادة المستشار راشد بنجم الأمين العام لمجلس النواب جائزة التميز البرلماني العربي فئة أمين عام البرلمان من الاتحاد البرلماني العربي في اجتماعه الأخير في بغداد بالإضافة إلى تزكية الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لرئاسة الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي وغيرها من الجوائز والمنجزات التي تعكس مدى الاحترافية البرلمانية التي تتمتع بها مملكة البحرين والمكانة المرموقة لمنجزات المملكة إقليميا وعالميا